بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي بيان رئاسة الجمهورية المتضمن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة تبقى لأحكام المواد 91-103-104-105 من الدستور وباقتراح من السيد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 21 مائتين وواحد وثمانين المؤرخ في 26 دي القعدة 1442 هجرية الموافق للسابع جولية 2021 أعطاء الحكومة الآتية أسماءه الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامره وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود وزير العدن حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وزير الطاقة والمناجي محمد عرقاء وزير الانتخار الطاقوي والطاقات المتجددة بن عدد زيان وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد للبيقاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرض وزيرة التقافة والفنون وفاء شعلان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيب وزير وزير البريد والمواصلات السلكية واللسلكية كريم بيبي تريكي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو وزير الصناعة أحمد زغدار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بن العريبي وزير التجارة وترقية الصدرات كمال رزي وزير الاتصال عمار بالحمر وزير الأشغال العمومية كمال نصري وزير النقل عيسى فكاي وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسمين حمدي وزير الصحة عبد الرحمن ببوزيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن الحفاية وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار وزيرة البيئة سامية مولفي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن رطفي جمال بن بحمد الوزير المنتدل لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ديافات الوزير المنتدل لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد معرفة والمؤسسات النشئة يسين المهدي ولي الأمين العام للحكومة يحيى بخاري شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته